السلام عليكم اهلا بكم. في الفيديو ان شاء الله نتكلم عن ازاي نبعد data من screen ل screen او بمعنى اضطق ازاي لما افتح screen زي الشكل ده كده. اقعد ابعد data من screen دي ل screen اللي قبلها. ده جزء. والجزء التاني ازاي لو انا عايز button ده ينفز حاجتين. بس يفتح screen دي الاول. وبعد ما screen دي تخلص شغل بتاعها واتبر الشغل بتاعها ده هو كان ايه. اما اعمل back او راجع من screen دي. او اعمل pop. يجي هنا. دي اعمل حاجة تانية. فيستنى. ال screen لما تفتح وتخلص شغلها وبعدها ينفذ ايه. اه وظيفة تانية. اه دي حاجة ناس كتير ساعتني عليها. فبتقيبا واضحني فيها لاغبطة. فخينا نشوف ازاي هنعمل الكلام ده مع بعض. لما عشان نفتح ال screen التانية الكود واضح. اه انا بجيته ودود بوش وبفتح. فده اللي هو ايه اللي بينفذ ال behavior ده. طيب لو انا عايز ال screen دي. تستنى. ال screen التانية. حتى مش تعمل ايه حاجة تستنى لما تخلص وبعدها نفت حاجة تانية. فممكن نعمل ايه ببساطة جدا دي. نعمل لها. دي اسنك اونا سكول. فانا هعمل هنا. بالشكل ده. وطبعا اخلي. هنا اسنك. كده. ايه اللي حصل? لو عملنا وان دلوقتي. مفيش اي حاجة هتخد بالك منها حصريت في الابليكيشن. هو هو زي ما هو موجود بالضبط. انما الاختلاف ايه? الاختلاف بقى لو انت نفيست كود بعد السطر ده. لو عملت مثلا هنا print. مثلا اي حاجة هلو مثلا. ده اللي هو يعني simulation بس لو حتى عايز ننفذ حاجة. لو بالشكل ده. نستاش نعمل save او hot reload او hot restart. لو فتحت انا دلوقتي الاسكين دي لخدت خد بلق كده. هفتح الاسكين دي. مفيش حاجة تلقت في ال log. هعمل back. هتزرع له في ال log. لو انا مش عامل هنا wait. بالشكل ده كده. لو ده مش موجود. وفتحت الاسكين. هفتح الاسكين. وهلو هتعملها هتحصلها print على طول. يبقى كده الاسكين الاوانية. الاسكين واحد دي. لو انا مش عامل wait. هتفتح الاسكين وتكمل شغل عادي. لو عايزة تستنى. تعمل ايه? تحط هنا. wait. فده كده اول جزء. يبقى انت ده تخلي البطن ده يعمل حاجتين. اول حاجة. افتح الاسكين. وبعد ما الاسكين تقفل ينفذ حاجة تانية. اللي هي بمعنى اذاك ينتظر الاسكين ايه? الاولى تفتح او التانية انتظرها تفتح. وبعد ما تخلص شغلالة بغض نظر شغلالة كان ايه? ينفذ حاجة تانية. تمام? ده كده الجزء الاول من الحاجة اللي انا عايزين نغطرها في الفيديو ده. الجزء التاني. طيب لو انا عايز بقى ارجع data من الاسكين اللي انا فتحتها. الاسكين ده. لو انا مثلا عايز لما ارجع على الزر ده يرجع لي حاجة للسكين ده. اعمل كده ازاي? طبعا هو انا برجع ازاي اصلا? برجع بنافجراتون دوت بوب. من هنا ده ممكن كل بطن من البطن اللي هي فالوان فالتو فالثري دي. برجع بنافجراتون دوت بوب. تمام? او برجع على ايه? ع السهم اللي فوق ده اللي هو باك بطن سواء من السهم او من الزرع بتاع الموبايل. طيب هناخد التو كيسز. لو انا عايز ارجع حاجة من البطن. يعني انا مغلط على البطن ده يرجع ديتها بشكل معين للسكين الاولي. اعمل كده ازاي? ببساطة انا بتاخد بارامتر تاني. هنا. وليكم مثلا ايه? اه فالوان. ممكن طبعا تحط هنا اي حاجة. حط هنا اي ديتا من انتعايزها. ممكن تحط حتى اوبجيكس. طيب كده ديتا رجعت. استقبلها هناك ازاي? لازم برضو تستكمل بقى على جزء ده. تعمل اويت عشان تنتظر للسكين التاني هنا تعمل بوب. وتاخد الريزالت اللي راجع. لانجزة تبوش اصلا دي. هي Asynchronous school. لو بصرنا كده هنا. هي Asynchronous school بترجع ايه? بترجع future of dynamic. يعني future of اي طيب. وتحدده في الان? في الrun time. فهعمل ايه? انا عمل طويت خلاص. فهاخد بقى الداتا اللي راجع دي. هيكم مثلا ايه? سميع الريزالت. اخد الريزالت اللي راجع من السكين. وهنا هنا مثلا ممكن نبرنت الريزالت دي. بالشكل ده. ونعمل ايه? ونعمل عن. كده ايه اللي حصل. في السكين الاوانية. في البطن اللي بيفتح السكين التانية. بينتظر السكين تاني تخلص شغلها. مش بس كده وبي expect منها ريزالت. لما الريزالت دي ترجع بياخدها ننفذ بها حاجة معين. فانا هفتح هنا مثلا السكين دلوقتي. قلت على value 1. value 1 رجعت السكين هنا. خباك ما تطبعت من اين? طبعت من الprint دي. تمام كده? واضحي. يبقى انت مثلا لو انت بتفتح السكين السكين تاني بتعمل شوية وطلبها الauberation zqe او بتجيب داتا من مكان معين. وعايز بعد السكين ما تخلص ترجع حاجة معانا للسكين اللوانية. هتعملها بالشكل ده. طيب مغلطناش حاجتين تانيين. طيب ايفرد انا عملت الوقت بالتو. ايه يحصل? لان لو بالتو هنا البطن التاني. اللي هو ده. ده بطن عادي وده التكست بتاعه. في الامبريس بتاعه عاملنا بجدد بطب. بس مش حاطة ايه? مش حاطة بالتو. فالمفروض عادي لو هي بترجع value احطها ايه? برضو. بالشكل ده. حط بالتو او بالتو او وطبع برضو ايه? الكيم اللي انت بترجع. دي حاجة. وبرضو محتاج في السكين الاولية هنا تهندل اللي النل. يعني قبل ما تطبع قبل ما تستخدم الدata اللي رجع. make sure ان الدata دي مش بنل. يعني تعمل كده ايه? result. or result. let's say null. يبتدي ايه? اعمل الشغل بتاعك اللي انت عايز تعمله على ال result. كده. لو انا فتحت دلوقتي السكين. وعملت val1 هي print val1. لو اعملت val2 هي print val2. لو اعملت val3 مش هي print حاجة لان val3 مرجع ايه? null. وده برضو هيعمل handling الموضوع ال back button. لان او عملت كده. وعملت back من فالback دي بتعمل ايه? كأنها بتعمل ايه؟ كأنها بتعمل ايه بريس وزبوب برضو. بس ما بترجعش حاجة. فبالتالي دي برضو ايه? الكيسي. ما فيش حاجة بترجع. حصلها handling. مجادة انك انت بتشكك ان ايه? ان result. ايه? مش بنال. بس كده اتمنى ان الفيديو كان مفيد واد على تسألاتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. السلام عليكم.